موسيقى موسيقى مشاهدي كرم في كل العالم أهلا بكم ولقاء جديد مع مورا لحداث حالة النهاردة جمع 11 يونيو 2021 الحقيقة أنه كان فيه أزمة كده وأطلق عليها فتاة الكورلي الفترة دي في مصر بيكون فيه تقديم للمدارس للأطفال ودي بتبقى طبعا حاجة من أصعب ما يكون اللي بتواجهه الأسر في مصر بالمفروض أنه المدارس الخاصة بيكون فيه انترفيو أو مقابلة مع الطفل ومع أسرته وبتبقى فيه شوية مقاييس كده المفروض أن هي بيتم طبعا على أساسها تقييم الأطفال علشان قابلهم أو عدم قابلهم المهم أنه احنا فجئنا بالأستاذ مرقس عادل والد أو ماركو عادل والد طفلة الطفلة دي اسمها مارلي كانت رايحة تقدم فيه مدرسة اسمها ماريا وزيلية مدرسة كاثوليك خاصة وهو كتب أنه الحقيقة بنته تعرضت للتنمر وكان حاطت فيه الكلام اللي كان كاتبه الصورة اللي هي المفروض ايه اللي حصل بالنسبة لمقابلة البنت قال لك كل حاجة كانت تمام عادة جم عند حتة موضوع المظهر وقال لك شعرها غير لائق معين أعتقد الصورة دي زمنة اللي هي فيها صحة كده من الجام وفيها كلمة شعرها غير لائق طبعا يعني قصة انه يعني ايه شعرها غير لائق هي البنت شعرها كيرلي زي ما حضراتكم شايفين كده واللي كان اتقال انه يعني المفروض ان هي لما بتروح ايه هي دي تمام كده اشكركم هنا المدرسة طبعا والمفروض ان البنت مارلي ماركوس او هي مارلي ماركوس المهم انه السلوك متوسط التحدث جاي تقييم الزكاء جيد كله تمام معادة المظهر جيد وبعدين اتشطب وبعدين المشكلة في الشعر غير لائق ولكن مكتوب اوكي المهم انه الاب الحقيقة كان بيعلق على الموضوع ده وبيقول انه انا يعني ايه اللي حصل ده انه ضد التنمر يقصفني ان اقول ان نفسي بنتي مارلي ماركوس عادل اتدمرت بسبب التنمر وان المدارس بقى ليها شروط معينة في الطفل غير متعرف عليها الطفلة مستوها كويس جدا في التقييم انجليزي عربي مهارات بس المشكلة في شعرها ايوة زي ما قريتم كده شعرها ان شعرها كورلي ومش ناعم الميس خرجت تقول ان الكمانت الوحيد على البنت شكلها مش حلو طبعا يعني ان مدرسة برضو تقول حاجة على بنت زي كده اكيد يعني مش لذيذة يعني المهم بيقول بس طلاب استغراب وصيت للبنت اتأكد من لبسها شكلها قالت لي شعرها ومسكته بأيديها وهي مستائة قلت لها شعرها طبيعته كده المهم ما طولناش عشان الكلام كان قدام الطفلة بس طبعا الطفلة كانت سامعة ومركزة في كل ده البنت رجعت متضايقة ونفسيتها وحشة جدا بأي منطق يتسببه في ازا نفسية الطفلة بالشكل المؤسف ده طبعا حصل تعاطف كبير جدا مع بالفعل مع وقعة الطفلة وانه ايه اللي بيحصل ده نستانية طبعا بدأت تدافع على المدرسة وخصوصا من اللي تخرجوا من المدرسة او اللي ليهم علاقة بالمدرسة وقالوا المدرسة ممتازة يا جماعة كل الحكاية ان رهيبات الكاثوليك بس بيبقوا عايزين انه البنت تبقى لبسها مهندم وان هي تبقى شعرها ملموم وتو كبيضة والكلام ده كله طيب ما ده اثناء المدرسة المفروض انه انتو برضو في اثناء الانترفيو بالنسبة لتقييم الطفل اعتقد انه في بعض الامور اللي اكيد الاسرة هتمت بيها من ناحية البنت ولبقتها واللغة وكل ده يعني واحتمال برضو ما تكونش يعني الفكرة انه كان الشعر في مشكلة قوي المهم انه المدرسة نزل التوضيح والتوضيح ده كنا عرضنا ونعرض لحضراتكم السورة تاني وبتقول بالنسبة لما اشيع مؤخرا ردا لما هو منسوب الينا من التهمات بطلة بشأن وقعت رفض الطفلة مارلي مرء سعادل اللي قدمت الالتحاق بالمدرسة لمرحلة رياض اطفال الطفلة المشارق اليها في المنشور تم قبولها مبدئين بالفعل كما هو موضح في الورقة المرفقة مكتوب اوكي وامضاء المسؤول على لجة التقليم بذلك عشان كده انا كنت حريصة نعرض لك الورقة انه فيه اوكي على النجام بيقولوا المدرسة بيتم تقييم اي متقدم للالتحاق بالمدرسة على اساس عدة عناصر من ضمنها المظهر الشخصي ولم يكن العنصر الاساسي ما كتبك تعليق بخصوص الشعر كان معناه تنسيقه الشعر وتهزيبه كما هو معروف على المدارس الكاثولكية بالانضباط وحسن السلوك والالتزام بمظهر لائق في اللبس والشعر والازافر والحزاء ولم يذكر ان الشعر كيرلي كما قال الاب ويتم معاملة الطفلة المذكورة بكل لطف واهتمام الملحوظة التي تمت من قبل المدرسة للام ليس للاب وكانت بهدف النصح ليس اكثر وبطريقة بسيطة ولم يتم فيها اي ازاء نفسي للطفلة بطلقا فجينا بعد مدة زمنية نص ساعة تقريبا بقدوم الاب منفاعل لسحب الملف حوالنا ان تفاهم معه عن ما حدث من سوق فيه واحترام مشاعره وبناء على ذلك قمنا بالاعتذار ولكنه اصر على سحب ملف الطفلة على الرغم من تجاوزه ببعض الكلمات الجارحة لنا لكننا كما هو معروف عننا استقبلنا غضبه بكل صدر رحب وتعامل راقي ومما سبق اردنا توضيح الامر وتقديم شكرنا لكل الداعمين لنا سواء من الجهات المعنية واولياء الامور والاعزاء والطالبات الخريجات المدرسة غنية عن التعريف من بادئها السبتة ومنها احترام الغير وقبول الآخر لخالق مواطنين صالحين لوطنهم ودعمنا الكامل لا للتنمر طيب فده كده كان الموقف اللي كتبه والد الطفلة اللي هو الأستاذ مرقص على صفحته وفي نفس الوقت التعاطف اللي كان معاه واختلفت بالتأكيد الأراء زي ما دايما بتختلف ما بين متعاطفين ما بين متضيقين من مدرسة والأمر طبعا تم تصعيده ووصل الحقيقة لمستويات كبيرة جدا يعني وبالفعل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كلها وبدأ الأمر كمان وصل لوزارة التربية والتعليم لأنه الأب طبعا كان وصل انه يقدم الشكوى لوزارة التربية والتعليم مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم الفني قالوا ان ادارة التعليم الخاص تابعت ما تم تدوله بشأن الطفلة مارلي اللي تم رفضها في احد المدارس بسبب شعرها وهنا الاستاذ أشرف رقفة مدير ادارة رود الفرج التعليمية كان قال انه هو وجه بتشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث والتأكد من حقيقة استمراء استمراء التقييم المتداولة ويكمل كلامه كان بيقول في حالة تقدم وليه الأمر الإدارة بشاكوى رسمية سيتم اتخاذ اجراء قانوني ضد من قامة بإجراء التقييم وإدارة المدرسة عشان كده اتقيل طبعا انه ادارة التعليم بتنشد وليه أمر الطفلة بتقديم شاكوى رسمية في وزارة التعليم حتى يتم التحقق فيها ومعرفة حقيقة الأمر الغطب الحياة انتشر على موقع التواصل الاجتماعي كلها لدرجة انه إكباط ومسلمين الحياة متضايقين وقالوا انه كده هيطلعوا الجيل ده معقد ناس كتير قالت انه البنات كتير الأطفال اليومين دول شعرهم كيرلي كده شعرهم بالمنظر ده وبالتأكيد ان هي لما هتدخل المدرسة هتلتزم طبعا بالأمور دي كلها الحياة ناس برضو قالوا بغض النظر طبعا واللي كان حتى في منهم بيدفعوا المدرسة قالوا انه فعلا هي كلمة كتابة غير لائق او لو كانت المدرسة قالت ان شكلها مش حل وطبعا ده لا يصح وانه ممكن تكون هي اللي كانت بتقوم بالتقييم او اللي تتعاملت مع الأب والأم هي اللي ما عندهاش حكمة شوية او ما كانش في حنكة في التعامل لانه كان ممكن توصل المعلومة بشكل غير كده يعني بشكل ما تتكتبش حتى على الورقة انه موضوع غير لائق يعني او انه شعرها غير لائق يعني ان هي دي طبعا تعتبر سخيفة لو هي البنت يعني عدت الأمور كلها ما ينفعش تكتب الجملة دي طالما انتم وفقين عليها يبقى النصح والإرشاد للأب والأم ييجي بشكل مختلف بشكل برضو زي ما انتم بتقولوا انكم كمدرسة فيه رقية في التعامل وكل ده كان برضو الدنيا تتكامل يعني اكيد يعني حضراتكم وكل عارف موقف اي أب واي أم لما تيجي توجه لهم لطفلته وهي دخلة على مدرسة وهو عارف ان البنت بنت كويسة جدا وممتازة في كل حاجة ويجي يتكلموا معاه في حاجة زي كده طبعا دي بتكون حساسة جدا بالنسبة لشعور الأب والأم فده اللي فعلا حصل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك حالة من الغضب بين المسلمين والأقباط جميعهم يعني مش بس الأقباط تعطفا مع مرقص لا ده كله وقال لك انه طبعا يعني ان الحتة دي بالتحديد موضوع مظهر الطفلة غير لائق ده ده مش من الشروط اللي أقارتها وزارة التربية والتعليم المتعرف عليها للقبول بالمدارس والشرط ده مش موجود أساسا في هذه الشروط وعشان كده يمكن كان موضوع رد الإدارة التعليمية أو إدارة التعليم ان هم ان وليه أمر الطفل يقدم شكوى رسمية وان هم هيبحثوا في الأمر بنتمنى التوفيق طبعا لمارلي انها تروح في مدرسة كويسة وبنتمنى برضو الموقف ده يكون خلى برضو المدارس تاخد بالها من انه بالتأكيد حتى لو مدارس ممتازة وكل حاجة وده يعني كتير جدا ده لدرجة يعني بعتولنا في ناس دعلانة قوي مننا ان احنا كنا كتبنا الوقع بتاعة الطفل بتاعة أبو الطفلة مارلي يعني وازاي وانتوا كده وانهم لأ احنا حطين كل حاجة على صفحتنا وبنتكلم من وجهتين نظر وفجئنا بانه لدرجة ناس قالوا ايه ده ده فيه لجان بقى من اللي هم تبع المدرسة عاملين الموضوع ده كله للدفاع احنا بنتكلم هنا مش في جبهات بقى ومين مع هين دول ومين مع دول القصة انه فعلا ده كان جرح مشاعر سواء للأسرة او سواء للطفلة وانه اعتقد انه ده لازم يتم تداركه مع كل المدارس الخاصة اللي بيتقدم للولاد يعني الولاد بيقدموا لها اليومين دول وأهالي والأسر يعني لانه بجد فعلا الواحد سمع انه قصة تقديم للأطفال للمدارس دي دي بتبقى يعني أزمة نفسية في بيوت كتيرة جدا يعني ربنا يوفق الجميع نيجي لموضوع طبعا بالنسبة برضو بنتابع معاكم الموضوع اللي احنا عرضنا صوره الحلقة اللي فاتت على الجزء الخاص بدير العدرة بجبل التير وانه الموسم ده بتاع المولد بتاع العدرة وانه كان نيافة الانبة بفنوتيوس كان قده يعني كان نصرح بانه هيكون فيه زيارة سنة دي لان الزيارة يعني توقفت السنة اللي فاتت المهم انه كان طبعا زي ما نقولت لكم الواحد ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل علشان يسيبوا الناس تبقى يمشوا خمسة كيلو بشكل صعب جدا وحكي نالكو عن منظر طبعا واطفال والنساء بيمشوا في الشمس خمسة كيلو عشان يعني يوصلوا للدير فدخل دكتور مسعود ملاك يعني عمل مدخلة مع احدى القنوات مسعود ملاك خادم ببرشيد ساملوت وكشف السبب عن غلق الطرق المؤدية لدير العدرة فقال لك ان الامر اللي تسبب ان الحجاج اللي هم يعني الرايحين علشان يزوروا يعني الزائرين قال لك ان هو كان فكر الزيادة المقهولة اللي شهادتها المنطقة هو قال نيافة الانبة بوفنوتيوس كان قال انه في زيارة ستنادي مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت كان برضو بيكلموا على انه يعني ما فيش ببيت ما فيش خيام ما فيش الكلام ده كله لكن ما كانش فيه يعني بصراحة اي تلميح انه في عدد معين فلو العدد ده زاد هنقفل فقال لك لما العدد زاد وده الدكتور مسعود ملاك لما العدد زاد كده ما كانش قدام الدير والامن الا ان يتعاملوا معاهم مما قدى ان تتخذ المحافظة والامن والكنيسة المحافظة والامن والكنيسة مع بعض قرار باغلاق كافة المنافذ الرئيسية المؤدية للدير مما دفع الزوار لاتخاذ طرق اخرى لاستكمال الزيارة فاحنا هنا بنتكلم في انه ازاي يعني يا جماعة يعني اللي هو انتوا وافقتوا ان الناس اللي جات لغاية المكان عشان تزوروا والناس دي مش غلطانة لانه هو مكتوب كده وتكتب بيان انه هيسمح بالزيارة فان انتوا الحل بتاعكم قدام الناس ان انتوا تقفلوا قدامهم الطرق الطرق الرئيسية فبالتالي يلجأوا للمشي في الطرق الجانبية يعني ده جزاقهم طب انتوا كان ايه مثلا يعني كان من يعني انش عارف بس الموقف ده موقف صعب جدا جدا والحكاية دي محتاجة انه يتم تدارك الامر عندنا برضو موضوع كده مكرر كتير يعني بيعاني منه كتير جدا من المتفوقين في الجامعات وخصوصا المسيحيين نبص نلاقي حد مسيحي متفوق والكلام ده كان من زمان وكنا نتمنى انه هو يعني يتوقف انه مسيحي المتفوق المفروض انه يكون ليه حق في انه يتعين في الكلية يفاجأ بانه السنة اللي هو متفوق فيها يقولوا احنا مش عايزين ما عندناش اماكن يبص يرقى السنة اللي قبلها السنة اللي بعدها متاح بقى تلاتة واربعة معانا النهار ده الحقيقة الاستغاثة من ابنوب عادل عدلي وهو كان الاول على الدفعة في الثلاث شعب قسم جغرافيا شعب تلمساحة خرائط كلية الاداة بجمعة سواج وللأسف الشديد لم يأخذ حقه في التعيين ابنوب برحب بحضرتك معينا سيد ابنوب اهلا بك اهلا بحضرتك حضرتك سمعني اه تمام مع حضرتك يا دكتورة طيب على بال لسه ما وصلش الصوت تقريبا ابنوب انت معي مع حضرتك يا دكتورة منا هلو طيب هلو طيب اه انا انا عارفة ان انتم سمعين مشاهدين بس انا مش سمعة فلازم اسمع الحقيقة المهم انه الحقيقة كان اه يعني طب ابنوب احكي القصة انا معي القصة يعني لو حدتك باختصار كده لغاية ما ايه وصلني السودجول استوديو تفضل تمام تمام حضرتك انا حضرتك اه ابنوب عادل عدلي عبدو من محافظة صهاج قرية الزوخ الشرقية مركز المنشاة انا زي اي حد ربنا كرمه في اول سنة وطلعت الاول وجبت جايد جدا وكاني سنة وثالث سنة وربع سنة جبت امتياج اه فوجئت بعد ما خلصت امتحانات وتخرجت والدنيا تمام اللي ما تمش ترشيحي معيدا كقصر الجغرافيا فروحت العميد الكلية ورئيس القصر الجغرافيا مستغرب اه او انا ما ترشحتش ليه مع انه المفروض ان في السنة التخرجي في خطة تعيين خمسية ياخده الاول في السنة بتاعتي اه فوجئت انه هو بيقول لي ان في اكتفاء وكلام من هذا القبيل طب يا دكتور العمل فبيقول لي اعمل مذكرة وانا هدخلها لك مجلس القسم عملت اكتر من طلب فكان دايما الرد الربط اه فبعد كده عملت شكوى لرئيس الجامعة جامعة صهاج وعملت شكوى في مجلس الوزراء والكلام كان من شهر واحد اللي فات لان انا حاليا في الجيش فكل بقى اجازة بنزل بتابع الموضوع طب في اي رد عليك من اي جهة لا انا لسه مكلم مجلس الوزراء النهاردة بخصوص الشكوى بتاعتي يقول لي جار الفحص في الموضوع اه اخر مقابلة تمت دي وبين سياسة العميد ورئيس قسم الجغرافيا بيقول لي هو في خطة للتعيين بس المفروض يجيك درجة التعيين رئيس الجامعة فانا عاولت اجاب الرئيس الجامعة كتير بس يعني ما صدفنش الحظ ان انا اجاب له وحكي له الموقف فهو كل اللي انا اه تفضل افضلي لا لا تفضل اكامل فهو انا كل اللي انا هم استغرب له يعني انا يعني ما جسرتش بأي حاجة من ناحية التعليم انا اول الدفعة على ثلاث شعب مش اول شعب فقط فانستغرب يعني السنة اللي فاتت برضو تم تعيين ثلاث خريجين من شعب مختلفة والسنة اللي جاب لها برضو تم تعيين ثلاثة من شعب مختلفة وسنوات مختلفة فالي هو ما فيش حد كمان معايا مقرنة بالمجموع بتاعي انه وينافسني على المركز الاول انه ينعوى ويرفضوا التعيين وهم قالوا لك السبب انه يعني انه ايه مفيش فيه اتفاق يعني اه يعني خلاص ما عندهمش احتياج بالزبط كده في وصول السنة دي تم فتح برنامج المساحة البحرية وانا تخصص مساحة وفي القسم عندنا ثلاث شعب شعبت مساحة وشعبت نظم وشعب عامة زائد برنامج المساحة الارضية تم افتتاحهم سنتين زائد السنة دي يعني انت شايف انه فيه بالنسبة لافتتاح برامج زي برنامج المساحة انه كان فيه فورصة فيه مجال التخصص اه فيه مجال للتخصص بتاعه وخصصة ان انا مساحة تمام بالرغم من كده قالك احنا ما عندناش اميك بالزبط كده فانا مش عارف يعني الرغض فين او ليه يعني انا فيه خطة المفروض القسم يلتزم بيها وقت عين واحد معيد سنة الفين عشرين عشرين فانا حاولت اتواصل كتير مع السادة الدكتور رئيس الجامعة بسهاج بس ما اصدفنش الحظ ان انا انا اجابة احنا بناشد ان هم ينظروا للشكوى اللي انت بعدتها اللي ان احنا يعني نفسنا انه ما يكونش فيه فعلا قصد ممكن يكون يعني اي حاجة خطأ موظف ويتم تداركه يعني ده اللي احنا بنتمنيه يعني ما يكونش الفكرة انه دي حاجة كان فيها استهداف ليك كشخصك او علشان خاطر اي شيء ده اللي احنا يعني بنرجوه يعني تحب توجه اي رسالة لأي حد من خلال اللقاء النهاردة؟ انا حضرتك بناشد رئيس جامعة فهاج ينظر للموضوع كده ده ان الرأس هو يهتم اكتر بالموضوع لان الموضوع ما اخدش الاهتمام المستحق من قبل رئيس القسم او من قبل عميد الكلية تنفسها او من رئيس الجامعة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد عزيز عبد المنة احمد عزيز عبد المنة بناشده بنوجه له منحية مناشدتك بانه يتم الاهتمام وبحص الامر وانه تاخد حقك في التعيين ان شاء الله خاصة ان حضرتك فيه خطة للتعيين يعني في خزون مجال فتح برامج المساحة وخاصة من المساحة الارضية ومن فتح المساحة البحرية يعني اكتر من مجال عمد في الكلية وبناشد طبعا من الاستاذ الدكتور حالد عبد غفار وزير التعليم العالي وربنا يتمجد كده وميجده والموضوع يتحل ان شاء الله ان شاء الله يابا نوب وهنتابع معاك باذن الله وربنا يسهل كده رب ونباركلك على يعني انه يكون في تعيين ان شاء الله وتاخد حقك باذن ربنا وهنصلي من اجلك بنشكرك جدا ابنوب عدلي بيطلب حقه في التعيين كمعيد في الجامعة في سهاج بنتمنى النظر لموضوع هنروح لقصة تانية وهو موضوع حيثيات براءة نجل كامل ابو علي من تهمة قتل المهندسة مي اسكندر الحياة الحيثيات كانت بتقول ان المتهم في يناير من العام الجاري احرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المسرح بها قانونيا كما تسبب خطأ في قتل المجني عليها مي اسكندر اسحاء وكان ذلك ناشئ عن اهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللواقح بانه قد سيارته عكس الاتجاه وكان وقع تحت تأثير مخدر الحشيش ومسكر فاستدم بسيارة المجني عليها واحدث بها الاصابات السابتة بالتقرير الطبي لأودت بحياتها وقاد سيارته تحت تأثير المخدر طيب احنا الكلام ده لما يعني هو الكلام ده يعني يؤدي البراءة يعني كل الحاجات الموجودة دي في الحيثيات ازاي با فيه براءة يعني مش قادرة استوعب الامر يعني واحنا قلنا طبعا النائب العام كان عمل طعن على موضوع البراءة دي بالنقد ونتمنى ان شاء الله انه يكون فيه تقدم في هذا الامر نيجي بقى الموضوع شهداء ليبيا الحقيقة تقدمت النائب هايان فاروق عضو مجلس الشيوخ باقتراح لضم ضحايا العملية الارهابية في ليبيا الى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي لعمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم ده غير اللي احنا تكلمنا عنه الايام اللي فاتت اعضاء لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة الفريق اسامة الجندي وحضور رئيس مجلس ادارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي لعمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم كانوا نقشوا هذا الموضوع وان شاء الله يعني هيتم منقشة الموضوع ده وتقدمت بالنائب هيام فاروق طبعا بنشكرها على تقدمها بهذا الطلب وان شاء الله يتم ضم شهداء ليبيا لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي لعمليات الحربية والارهابية كنيسة ماري جيرجس نزلت عبيد بتحذر من نصاب باجمع تبرعات باسم الكنيسة احنا مش عارفة ليه كل مرة ما بيبقاش فيه ناس يعني بنتكلم عن الموضوع ده احنا تقريبا كده بمعدل كل كم حلقة بنجيب سيرة الحكاية دي وبناشد كل الناس انه منفضلكو خلوا بالكو علشان موضوع النصب واي حد يا جماعة يقدر يطبع اي فواتي اي اصالات من اي لاي كنيسة لاي حد دلوقتي الموضوع ده من زمان يعني مش دلوقتي متاح ويعمل لك اي ختم ويعمل لك اي حاجة فكنيسة الشهيدة العظيم ماري جيرجس بنزلت عبيد المينيا بتحذر في بيان لها من انه في احد الاشخاص النصابين بيجمع تبرعات باسم الكنيسة ويقوم بارسال ايصال تبرع وده ما لوش اي صلة بالكنيسة واصالات الكنيسة بيكون فيها الختم الخاص بيها ونص البيان برضو انه الكنيسة ما وكلتش اي اشخاص علمانيين يقوموا بجمع تبرعات وانه الاصال المتداول بين الناس ليس له صلة بالكنيسة واصالات التبرعات المعتمدة بتكون مختمة بختم المترانية وهذا للعلم يعني مش ختم كده زي ختم كنيسة ختم المترانية طيب فبتمنى من كل قلبي أن يعني مش كل شوية نلاقي كنيسة بتعلن على المواضيع دي ونلاقي ناس بتقع ضحايا النصب اللي بهذا الشكل وربنا يسامح اللي بيقوموا بالموضوع ده البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية وبترارك الكرازة المركوسية أكد أن الوجود المسيحي في المنطقة جزء أصيل من نسيج ومستقبل الشرق الأوسط وأشاد بدور الأردن والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني في دعم المقدسات الإسلامية والمسيحية في أوروشاليم القدس ودعم الوجود المسيحي في المنطقة وده كان من خلال استقبال البابا لسفير أمجد العضيلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة واللي نقل تحيات العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني إلى قدسة البابا تودرس كما تم خلال اللقاء التأكيد على التعاون بين مصر والأردن خاصة في مجال السياحة الدينية وأهمية زيارة المسيحيين الأقباط لموقع المغتس حيث تعمد السيد المسيح وده جزء من برنامج أيضا الحج بالنسبة اللي بتقدمه الأردن أيضا البابا تودرس يترقص تدشين كنيسة القدسين بالأسكندرية غدا السبت بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة الكبتية الأرثوزكسية أما حول النياحات فإبرشية أسوان أعلنت نياحة القمس إبراهيم عبد المسيح رأي كنيسة العدرة مريم والملاك ميخايل بدراو ويعني نياحا لروحه الطاهرة عندنا الحقيقة موضوعين بالنسبة لطلب صلاة وطلق واستغاثة يعني عندنا نقول طلب الصلاة الأول الحقيقة كانت قريبة أبا نوب جيد 12 سنة كتبت بتطلب أنه نصلي من أجله لأنه عنده أورام خبيثة في جزع المخ وسريعة الانتشار الدكاترة قاله مستحيل علاجه لكن هي وثقة بأنه يسوع يقدر يشفي وثقة أنه ممكن تحصل معجزة كلنا بنصلي من أجل أبا نوب جيد 12 سنة ربنا يمدي إيده وربنا يمدي إيده لأي أطفال مصابين أو أي حد برضو مصاب طبعا بهذا المرض مرض السرطان أما جت لنا رسالة من رونا عبد الله ورونا الحقيقة بتستغيث بالنسبة لابنها جاستن بتقول جاستن عنده 3 سنين عنده مرض نادر والمرض ده بيحتاج علاج بحقن بإنزيم عن طريق الوريد أسبوعيا مدى الحياة الحقنة الوحدة تكلفتها 12 ألف جنيه هي حتى كل الشهادات وكل اللي بيثبت الكلام ده وبتقول أنه لو ما بياخدش الحقنة دي بيحصل مضاعفات كتير زي تدخب الكبد والطحال وتيبس في العزام ومشاكل في القلب والمخ وحاجات كتير وبتقول بقالها سنين رونا عبد الله بقالها سنين رفع قضية عشان تجيب علاج أنا برضو مستغربة أن ليه الطفل زي كده يعني يترفع قضية والقضية كمان يتم تأجيلها ويه مستغربة جدا يعني إيه تأجيل قضية علاج طفل حياته متوقفة على العلاج ده فكان بترجو الحقيقة أن احنا نهتم في الصفحة ونهتم في البرنامج وعشان كده عرضنا حالتها على حضراتكم بمحتاجة طبعا هي بتقول أن أنا كتبت الكلام ده يعني وشيروا وعملوا شير يا جماعة يمكن الموضوع ده يوصل لحد يقدر يجيب لها العلاج أو أنه هما يحكموا لها في القضية مش كل شوية التأجيل تحت عنوان هاشتاج جاستن أو تحت هاشتاج برضو بتطالب أن احنا ننشره أكتر جاستن محتاج للعلاج يا رب كده يعني يكون فيه نظرة للموضوع ده بالنسبة لأنه أنا مستغربة طفل ومحتاج للحقن دي وبالأسعار دي كده وما يكونش فيه علاج يعني على نفقة الدولة أو أنه حتى القضية ما يتمش البت فيها بشكل سريع ربنا يكون معاهم مع كل الأسر اللي عندهم أطفال برضو بيعانوا من أي مشاكل بهذا الشكل وبيحتاجوا طبعا مصاريف كتيرة جدا بتبقى عليهم الحقيقة يعني ربنا يشفي ربه يمد إيده بالنسبة لأهم أخبار مسيح والعالم بسرعة كده صاحب عمل مسلم في أغندا في أفريقيا بعد قاتل مأجور عشان يقتل موظف مسيحي ليه بعيز يقتله عشان رفضوا اعتناقل الإسلام ربنا يرحم كمان كان فيه هجوم في بوركينا فاسو الهجوم الأخير نفذه الجهاديون الهجوم ده كانت حصلته ارتفعت إلى 132 شخص وإصابة عدد لا يحصى من الجرحة الحكومة قالت أن الجهاديين شنوا هجوم على المدنيين في قرية الصلحان في محافظة ياجا الساحل وأطلقوا النار على الناس وأحرقوا المنازل والسوق ودي طبعا يعني اعتبروا أنه الهجوم ده هو الهجوم الأكثر دموية في بوركينا فاسو منذ سنوات ربنا يعزي أسر كل الضحايا ويمدي إيده بالنسبة للجرحة أما تونس فبتعيد فتح متحف مسيحي بكورتاج والمتحف ده اسمه المتحف المسيحي المبكر واللي بيعود تاريخ إنشائه إلى فترة طويلة والحقيقة طبعا يعني أنه دي حاجة برضو لفتة جميلة من تونس بتشوف معاكم أخبار الإحصائيات بالنسبة لإصابات فيروس كورونا حول العالم وحالات الوفاء أيضا والتطورات الجديدة بالنسبة للقاحات وبنسبة لأمور المختلفة اللي هي زي ما أنتم حضراتكم شايفين 175.929.710 حالة قربنا خالص على 176 مليون أما حالات الوفاء 3.797.911 حالات التعافي 159.434.000 بالنسبة برضو لمتابعتنا للدول حول العالم وبنتابع يمكن معاكم نيو كيس بشكل أكتر وبنحاول نشوف على حسب الكلام اللي قالته من نظمة الصحة أن الحالات بتقل بشكل كبير نيو كيس هنلاقي أنه الهند 84 ألف البرازيل 80 ألف وروسيا 12 ألف بعد كده 9000 إيران وأمريكا و8000 بريطانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وبعدين عندنا تشيل وماليزيا 7000 و6000 بالنسبة لحالات الوفاء زي ما أنتم شايفين يمكن حالات الوفاء زادت شوية برضو بالنسبة للأيام اللي فاتت كانت معدل أقل من كده عندنا 4000 حالة في الهند 2100 حالة في البرازيل أما روسيا 396 بعد كده 300 في أمريكا 225 مكسيك والأعداد بتقل من حالات بالنسبة لحالات الوفاء وده طبعا بيعود لأنه الحمد لله عداد كبير دلوقتي بدأت تاخد اللقاحات العدد الكلي للنيو كيس 323 وده برضو يعتبر قل إحنا عدنا فترة طويلة كانت 500 ألف وأكتر فإحنا بنتكلم عن 300 ألف أو 323 ألف بالنسبة برضو لحالات الوفاء يعتبر برضو قلت بشكل ملحوظ جدا 9000 حالة وفاء النهاردة وده اللي إحنا بنشوفه أما بالنسبة لمصر فبرضو مصر في المعدل بتاع السبعميات 755 بعد ما كانت عدة الألف 755 حالة إيجابية مبارح و39 حالة وفاء اللي فيه اهتمام دلوقتي شوية موضوع الفطر الأسود وموضوع أنه مازال برضو فيه ناس ألقانة ومحاولات من وزارة الصحة سواء مصر أو حول العالم عشان توضح مشاكل الفطر الأسود وبيجي لمين وإحنا كذا مرة تكلمنا عن الموضوع ده أنه هو مش مرتبط ارتباط لصيق بالكورونا أو بكوفيد 19 ولكن هو بيصيب ضعاف المناعة الشديدة وخصوصا لعندهم مرضى السكر اللي مش بياخدوا العلاج أو اللي مفيش أدوية قادرة أن يتسيطر عليه المهم برضو في وزارة الصحة اللي قالوا عشان مفيش الأسر ما تقلقش أنه نادر جدا الإصابة بين الأطفال المفروض الأطفال معروف أن منعيتهم دايما بتكون كبيرة يعني الطفل بيتولد وبتكون منعته بشكل كبير المعاناة الفطر الأسود دايما بتيجي ياخدين كورتزون كتير منعيتهم ضعيفة عدد كرات الدم البيضة تجاد تكون منعدمة فهو ده المعرضين للإصابة بالفطر الأسود واللي بيحصل من إصابات كورونا أنه بعد ما الناس بتتعافى لو هم خدوا جرعات كورتزون كبيرة لو هو مريض سكر وخد كورتزون فمنعته من الأول ضعيفة ممكن دول اللي بيكونوا معرضين أنه هم يصابوا بالفطر الأسود الحقيقة بالنسبة للقاحات برضو فيه تقدم بالنسبة للقاحات حول العالم فيه دراسة برضو بتقول أنه اللقاح المضاد لكورونا لتواريته شركة بايونتيك الألمانية حاليا بيقدر أنه هو يجيب نتيجة بالنسبة للسلال الدلتا اللي في الهند هنلاقي برضو 2.3 من 10 بليون شاتس أو مليار جرعة اتخذت حول العالم لغاية دلوقتي والدول أعتقد إحنا وقفين عند 178 دولة لنا فترة يعني فأعتقد برضو دي كويسة ربنا يسهل واللقاح ينتشر على مستوى العالم كله كان برضو فيه ملحوظة في الهند عن عدد اللي أصيبوا بالفطر الأسود أنهما إرتفعت الحقيقة واضح أنه الهند برضو كانوا بيتعاملوا بروتوكول موضوع الكورتزون بشكل عالي ما فيش برضو الهيجيني الكفاية أو أنه عندهم برضو مرضى سكر مثلا 31216 شخص فيما بلغ عدد الوفيات بسببه 2109 وده ليه علاقة برضو بالتيوب اللي بيستخدموها في أجهز التنفس الأنبوبة ما بتتنظفش من شخص آخر فممكن يكون فيها الفطر مع المناعة مع الكورتزون فالحقيقة برضو الهند يمكن كان أكتر يعني هي الدولة اللي احنا من خلالها عرفنا أن في حالات فطر أسود بتيجي للناس اللي هما نتيجة الأعداد الكبيرة من الكوفيد للناس اللي هما كانوا يعني خفوا من أو يعني كانوا في فترة ما بعد الإصابة بكوفيد 90 التقدم العلمي الحامش بيقف ويمكن مجال الروبوتات الفترة اللي فاتت كانت مجال متقدم جدا لدرجة أنه في دلوقتي روبوت بيشبه البشر ممكن يستخدم كممردة في المستشفيات أو للتمريد في المستشفيات واللي تقال الحقيقة أن أهميته أنه ممكن يتابع الرابط ده يستخدم في متابعة الأمراض المعدية دون المخاطرة بحياة طواقم الطبية وهم عملوا التجربة دي في ألمانيا أعتقد وأنه بيحاولوا يشوفوا الممردة ودوها اسم جريس وأنه هي بتتفاعل مع الطبيب أو كان بيتحاور معيها وأنه هم لقوا أنه ده ممكن جدا وده تعمل على يد مطوري الرابط صوفية الشهير اللي احنا شفناه في السعودية لما كانوا بيتكلموا عن عشرين عن التقدم في السعودية الفترة اللي جاية ده بالنسبة للتقدم العلمي الحقيقة فدي برضو حاجة جميلة من الحاجات اللي بدأت النهاردة ومهتمين بشكل جبير جدا من موضوع لقاحات الكوفيد ناينتين وأن الدول الغنية تدعم الدول الفقيرة هي قمة السبعة بدأت أعمال قمة السبعة أو السبع دول بدأت اللي بتصدفها هذا العام بريطانيا وأنه ده لقاء هو الأول بعد جائحة كورونا أنه يلتقي الرؤساء مع بعض في قاعة وزي ما انتم شايفين المكان جميل جدا اللي الحياة استضاف قمة السبعة وطبعا كان في تركب برضو لتعامل أو للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون لأنه بيفكروا بترامب وأنه كانت علاقة بورس جونسون بالرئيس السابق دونالد ترامب قوية جدا فكان برضو في تركب هتكون ازاي العلاقة ما بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء بورس جونسون لا تأكيد وحدتهم في مواجهة الأزمات العالمية يلتقي قادة دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في شمال غرب إنجلترا وتضغى على المحادثات كيفية العمل على إنعاش الاقتصاد العالمي الذي أضرت به الجائحة كثيرا وعلى التوزيع العادل للقاحات من قبل الدول الغنية التي استحوذت على العدد الأكبر من الجرعات على حساب أفقر الدول مهم جدا ألا نكرر أخطاء الأزمة الكبرى السابقة الركود الكبير السابق عام 2008 حين كان التعافي غير متكافئ في كل أجزاء المجتمع وأعتقد أن الخطأ الذي حصل في هذه الجائحة أو ما يحتمل أن يظل كندبة هو أن انعدام المساواة يمكن أن يتعمق أمل أن نحقق نتائج جيدة للغاية هنا لإظهار أننا لا نفكر فقط في أنفسنا ولكن أيضا في أولئك الذين ليس لديهم بعد إمكانية الحصول على التطعيم وخاصة البلدان في أفريقيا وفي أماكن أخرى ومع تكاثر الدعوات إلى التضامن على هذا الصعيد يتوقع أن يتفق قادة الدول على توفير ما لا يقل عن مليار جرعة وعدت الولايات المتحدة بتوفير نصفها فيما التزمت بريطانيا بمائة مليون جرعة أخرى عبر آلية كوفاكس العالمية هذه الرغبة في إبداء الوحدة قد تضغى عليها توترات التي خرجت إلى العالم بين الأوروبيين والمملكة المتحدة حول تطبيق بريكزيت في أرلندا الشمالية ستكون مكافحة الاحترار المناخي أولوية أخرى في القمة التي تعتمد الحيادة الكربونية وذلك قبل مؤتمر الأمم المتحدة الرئيسي حول المناخ المقرر في تشيون الثاني نوفمبر في سكوتلندا يجبني المبدعين في موضوع المسكات والحاجات التي يعملون هذه المهم أنها تستمر في التقرير في مقاطعة كورنوال في بريطانيا وهتستمر لغاية إن شاء الله يومين تاني بعد النهاردة ومش بس موضوع اللقاحات المهم جدا دال هو طبعا عشان الدول الغنية تدعم الدول الفقيرة بالنسبة للقاحات ولكن زي ما سمعته في آخر التقرير برضو عندنا موضوع المناخ ومواضيع أخرى هيتم منقشتها والأمور الاقتصادية برضو عينت منها الدول بعد أزمة كوفيد-19 وبالنسبة برضو أنه كان إعادة التفاوض برضو الرئيس الفرنسي إيمانو الماكرون كان بيقول لن يكون هناك إعادة التفاوض بشأن ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر بالنسبة لموضوع الخلافات وأزمة التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحلقة اللي فاتت قلنا لكم أن الرئيس بايدن هيتبرع بنصف مليار جرعة 500 مليون جرعة من شركة فايزر للدول الفقيرة والمتوسطة أو الدول اللي محتاجة للقاحات برضو بريطانيا بورس جونسون تعهد بـ 100 مليون جرعة وأن هم بيأكدوا أنه لو الدول الغنية دي قدرت أن يتطعم كل الناس بالنسبة لتطعيم كوفيد-19 لكن في دول تانية ما اتطعمتش يبقى معنا كده هيستمر الفيروس وهيستمر في السلالات الجديدة وفي التحور ومش هينتهي كده مش هتخلص الدنيا وزي ما أنتوا شايفين حتى اللقاحات زي ما قلت لكم أن شركة فايزر بايون تيك بتطور اللقاحات عشان تقدر أن هي تسايتر أو يكون لها نتيجة في التحورات اللي بتحصل وخصوصا السلالة الجديدة اللي اسمها دلتا اللي في الصين اللي لقوا أن هي أشد شراسة يعني في نفس وقت برضو قالوا أنه دول يعني الولايات المتحدة قالت هي ودول أخرى في مجموعة السابع أنه هم هيخصصوا 100 مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي لمساعدة الدول أشد تدرورا بالنسبة لحالة الاقتصادية وأنه المجموعة السابع دي زي ما كنت شفته السور ممكن برضو زمننا تعردت تاني المنظر والمكان الجميل اللي هم فيه لكن مين هي الدول السابعة دي؟ هي أكبر دول اقتصادية على مستوى العالم كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وعن عدم انضمام الصين للمجموعة رغم أنها برضو دولة أكبر من حيث عدد السكان وتاني أكبر اقتصاد في العالم كانت الإجابة بأن ثروات الصين تعد أقل نسبيا بالنسبة من أعضاء مجموعة الدول السابع وفقا لحساب نصيب الفرد الواحد من ثروات البلاد لذا لا تعتبر الصين من دول الاقتصاديات المتقدمة أو الاقتصادات المتقدمة بحسب مقياس دول المجموعة على الرغم من عضويتها في مجموعة العشرين واحتواءها مدن ضخمة حديثة زي شنغهاي القمة تنعقد خلال الفترة من 11 ل13 يونيو وهيكون في عدة اجتماعات وجها الواجهة زي ما حضراتكم شايفين ودي تعتبر الأولى وجها الواجهة زي ما قلتلكم منذ الجائحة الحاجة الثانية أنه برضو كان موضوع انتظار أنه يكون التواصل شكله إيه ما بين جو بايدن وما بين بارت جونسون فالحقيقة كان في استقبال لبايدن وزوجته من قبل بارت جونسون وزوجته أيضا وكان أخذوا جولة في على شاطئ البحر وكان من ضمن الحاجات برضو اللي ركزوا عليها ناس كتيرة جدا أنه هم طبعا سلموا على بعض برضو بالكوع زي ما هو متعارف بالنسبة لمنذ الجائحة وبدأوا محادثات الرئيسين وزوجات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني يعني عملوا محادثات وكان على الجانب الآخر كان زوجة بورست جونسون وزوجة وسيدة الأولى الأمريكية كانوا قاموا بجولة على البحر وفي النهاية والناس كانت أخذت بالها من الجاكت اللي بترتدي جيل بايدن المرأة الأولى يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إنه عليه كلمة لوف والتقال تعليق على الجاكت ده والكلمة دي إنه أمريكا بتحمل الحب للعالم كله من خلال برضو اللقاء والتواجد بالنسبة أيضا لكمة السابع الحاجة الثانية كانوا بيكلموا برضو على إنه دي أول محطة بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه السلطة ونظرا للعلاقات القوية ما بين البلدين أمريكا وبريطانيا كانت الوجهة الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن كانت لبريطانيا وتزامنا برضو بالنسبة برضو لاجتماعات طبعا قمة السابع لو حبينا نقول شوية عنوين كده بسرعة بالنسبة للشأن المصري فالحين النهاردة كان فيه لقاء هام جامع الرئيس السيسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في شرم الشيخ وكان هناك تعليقات على هذا اللقاء حيث قال الرئيس السيسي على صفحته الرسمية مواقع التواصل الاجتماعي سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان ترقز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين وقال برضو الرئيس السيسي أنه كان فيه توافق للرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأؤكد اعتزازي دائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستوين الرسمي والشعبي وطبعا شايفين الرئيس السيسي كاجول كده مش رسمي واللقاء كان فيه شرم الشيخ بالنسبة ليه بقى القصة اللي كانت متدولة اليومين اللي فات والحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي كلها وعلى كل المواقع الإخبارية موضوع إهانة كومساري لرجل مسن وإنه بيهددوا بالحبس وبالضربه ومش بس كده قال له إرقف بحالي أنا بنتي لسه ميتة قال له ما تموت ولا تروح في دعية إيه اللي بيحصل ده يا جماعة وإزاي المستوى بقي كده وإزاي ما فيش في قلوب الناس أي نوع من أنواع الرحمة خلينا نسمع جزء من الكلام ده الحقيقة الموسيق جدا والحوار يعني مش عارفة أقول إيه الصعب جدا جدا من هذا الكومساري اللي يعني مفروض يوجه ليه أقصى عقاب اللي تعالي على موظف أسنان اللي قد يتعاملوا ديان إن كان إن كانت الدولة قالت لك كده هنشوف أحساب دلوقتي يا عمي بريش عايب يا جماعة تعالي يا جماعة يا عمي بريش عايب يا عمي بريش عايب بريش عايب يا عمي بريش عايب يا عمي بريش عايب إلها came أبدا ما تقول trying to retain you 跟تند يا عايب أنا متعددت علي ما اتحديت asks ما أنا ياشко أنا يا عمي أنا كتند يا عمي معلش نظرنا للوقت لكن طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير جدا وكان بيقوله انا اللي فايم كفيني وبنتي لسه ميتها يرد الكمساري عليه ويقوله ما تموت ولا تروح في دهيا انا هعمل لك محضر بسرقة عهدتي ومش عارف هدغدغك وبعدين طبعا بعد كده كان فيه ردود فعل كبيرة جدا واللي حصل انه الكمساري لما علق على الموضوع ده قالك انه هو كان عايز يدفع 2 جنيه ونص بدل من 5 جنيه وهو ده اللي عمل المشده ده وانه الكمساري قاله ده حق الدولة ومش هسكت وهشتكي وبعد كده كان الحج مجدي عبد العيل اللي هو ظهر في الفيديو قال انا ما نمتش من يومها وبطالب اعتذار الوزير انا محدش اهني بالمنظر ده وبيقول برضو انه وزير النقل راجل ميري بتعجيش محترم انا عايز حقي من اللي غلط فيها وبس وانه انه هو عارف بنزول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وانه طبعا هو وهين برضو لما الفيديو انتشر ده سبب له حالة نفسية جمدة كمان رئيس هيئة النقل العام في تصرحات خاصة قاله انه هما تم وقف الكمساري اللي تعدى لفظين على المسن اثناء ركوب ووتوبيس هيئة النقل وانه تم تحويل الكمسار للشؤون القانونية بالهيئة واقفى عن العمل لحين الانتهاء من تحقيق مؤكدا ان الكمساري قال ان المسن هو من اعتدى عليه لفظيا في البداية يعني ده اللي كان بيتقال وهنشوف التطورات في الموضوع ده الحاجة التانية بقى اللي هو مثلا هنعلقوا عشان يكون عبرها لمن يعتبر بس هيعلقوا مين؟ علقوا توك توك جهاز مدينة الشروق المفروض انه هما ما بيسمحوش لأي دخول للتوك توك في جوة المدينة فجي توك توك حاول انه هو يدخل عملوا ايه بقى؟ مسكوه وعلقوه فجهاز مدينة الشروق بوزي ظهور مركبات التوك توك وبعدين شافوا بقى فقال لكم انه اليافتات واضحة انه ما فيش حاجة اسمها توك توك يدخل فمسكوا بقى التوك توك ده وعلقوه على بوابة مدينة الشروق طبعا تعليقات المتابعين على واقع التواصل الاجتماعي يعني بتمنى حضرتكم تتابعوها الحاجة المؤسفة موضوع الحوادث وانه كان في حادث انقلاب سيارة دي سيارة كانت زفة وعروسين لقوا مسرعهم وشقيقة العروس وتم القبض على استائق لان هو نجا هو واخت العريس من الغرق وطبعا يعني حاجات كتير وقاعة كتير اوي كنا بنسمع عنها الايام اللي فاتت بالنسبة لانه يحصل حوادث ويروح فيها يروح دحياتها عروسين لسه جدد فيه كمان امام مسجد بيظهر بفيديو وهو يسقط قتيلا بسكين قريبه الامام الشيخ وليد عمر من بلدة الصلاحات محافظة الدقاهلية انهار امام بلدة الصلاحات من ثلاث تعنات سددها اليه طالب بكلية الهندسة من مدينة المنصورة وبرضه كانوا فيه تفاصيل طبعا على الموضوع ده انه كان فيه موضوع طلق وانه هو طلق يعني اتنين فحد من الاسرة بيراح عشان ينتقم منه يعني حاجة صعبة جدا بالنسبة لموضوع برضو يمكن سد النهضة مازال محاولة ان يكون المفاوضات تصل الى اتفاق وكانت برضو وزير الخارجية كان بيقول لجوتورش فيه بالنسبة لوزير الخارجية سامح شكري كان تلقى اتصال هاتفي امس الخميس من انتوني جوتورش الامينة العام لامم المتحدة ومحادثة تركزت بالنسبة لموضوع ملف سد النهضة واتفق سامح شكري او اكد لجوتورش انه مصر بترفض الاجراءات الاحهادية بالنسبة لملء سد النهضة وبرضو عضوه سابق بلجنة المفاوضات الدكتور احمد المفتي كان بيقول ارض سد النهضة السودانية ويجيب استردادها من اسيوبيا وناس كتير بتقول يمكن ميكون هو ده الحل لو اسيوبيا فضلت متعنتة كان برضو يعني ممكن دي اهم الحاجات بالنسبة لمصر يعني واكيد هنكمل معاكو لو فيه وقت الحاجات تتعني النهاردة بقى كان فيه الحقيقة رئيس جهاز الموساد السابق يوسي كوهين كشف عن تفاصيل حصول اسرائيل على الارشيف النووي الكامل الايراني من قلب العاصمة تهران وشارك في العملية الاسرائيلية السرية دي حوالي 20 عميل ولم يمكن التأكد إذا كان كلهم اسرائيليين ولا لأ ولكن الارشيف وصل إلى تل قبيب رقميا فور اقتحام مبنى الارشيف في تهران حتى قبل مغادرة العملاء لمقر العملية الكلام ده من فترة طويلة وقبل موضوع كمان يوسري اللي هو برضو كانوا قالوا يعني النهاردة الحقيقة كان فيه كشف من رئيس الموساد السابق اللي هو يعني غادر منصبه من 10 أيام على أمور كتيرة كده تم الكشف عنها ومنها كمان موضوع الاغتيالات والأمور والهجمات اللي حصلت على إيران الفترة اللي فاتت وأكد إن إسرائيل هي اللي كانت ورها قاعتبر إهانة لإيران فعملاء الموساد نفذوا سلسلة عمليات داخل أكثر المواقع الإيرانية تحصينا كوهين قال إن هجوم يوليو عام 2020 داخل مفاعل نطانز نفذه عملاء الموساد كاشفا أن إسرائيل زرعت متفجرات في أرضية الموقع المحصن أثناء بنائه في إشارة إلى التوسعة التي قامت بها طهران لمفاعل نطانز كوهين كشف أيضا تفاصيل عن عملية سرقة الوثائق الإيرانية التي كشف عنها في يناير 2018 هذه العملية التي حظيت آنذاك بضجة عالمية وكشفت أن طهران تضلل المحققين الدوليين كوهين قال إن فريقه تمكن من تعطيل الكاميرات وتحييد حراس مستودع الوثائق المحصن ثم حملوا الوثائق وغادروا بسلام وأكد أن الإيرانيين لم يكتشفوا أن الموقع اخترق سوى في صباح اليوم التالي وقال إن إسرائيل تمكنت من إخراج خمسين ألف وثيقة من إيران وقال إن بلاده تراقب عن كثب علماء طهران وتحذرهم من مغبة العمل لصالح البرنامج النووي الإيراني في إشارة إلى مصير قد يكون مشابهاً لمصير العالم النووي فخرزادة تسريبات تظهر أن إيران التي لطالما اتهمت بزاوة طبعاً موضوع خطير وكيد يكون لي ردود فعل من إيران الفترة اللي جاية بالنسبة لفرنسا الشخص اللي صفع ماكران أخذ سجن أربع شهور فقط وطبعاً في تعليقات بقى كتير من الناس بيقولوا لو ده كان صفع رئيس دولة عربية كان مفروض هيحصل فيه إيه لكن النيابة بتطالب بحبسه 18 شهر مش أربعة شهور وأيضاً الشاب المتهم بقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة تم توجيه الاتهامات لي أيضاً أنه طبعاً كان قام بهذه الجريمة عن عمد بشكركم مشاهدين عن تابعتنا إن شاء الله نلقاكم على خير والأسبوع القادم والمزيد ومرأة الأحداث إلى اللقاء اشتركوا في القناة